تقول ما حكم من فضيلة الشيخ فقط الأذنين بالنسبة للمرأة لتضع فيها ما يسمى بالخماس من الذهب كما هي عادة النشاء الحمد لله رب العالمين ووصلي ووسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أقول بهذه السائلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل أذن جائز على القول الغاجح ولا حرج فيه لأن ألمه أداه قليل ولا فيما إذا كان ذلك في أي مصدر وما يحصل فيه من الجمال أبل من التجمل فيه كما بالمرأة لأن المرأة تكمل نفسها بالتحلي والتجمل كما قال الله تبارك وتعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو قبين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصائم غير مبين يعني هل يكون من ينشأ في الحلية وهو في الخصائم غير مبين كالكامل في نفسه الذي لا ينشأ في الحلية والذي هو في الخصائم المبين يعني هل تكون المرأة كرجل؟ الجواب لا ليست المرأة كرجل فالمرأة محتاجة إلى التزين والتجمل ومن ذلك ما تضعه في أذنها من الخروف ونحوها وعلى هذا فلا حرج أن تثقب شحمة أذنها لتؤلق بها هذا الحلية وف